اشتركوا في القناة والبطولات المتتالية في جميع الألعاب الحقيقة كلها طبعا نجاحات فرقة الكورة وألعاب الصلاة طبعا كلها طائرة وهندبول شوفين مبارح السيدات والنهاردة الرجال حاجة مشرفة الحقيقة ويعني كم سنة على التوالي كمان فدي حاجة طبعا كويسة تحسب طبعا المنظومة كلها فألف مبروك طبعا نادي الأهل جمهور نادي الأهل الحقيقة يعني يفوزين على أفضل ما يكون الحقيقة سواء على سيدات الطائرة أو رجال الطائرة مبارح المباراة كانت مرسونية 3-2 النهاردة المباراة أيضا كانت رائعة جدا من رجال الطائرة وفوز بتلاتة واحد حاجة جميلة جدا زي ما قلت لحضراتكم وحاجة محترمة جدا يمكن احنا في النص كده كان لسه الشوت التاني في مطش البلدية ما بين مطش البلدية وما بين على قناة الأهل يعني والطائرة رجال وفوزهم النهاردة الواحد كان مجدود جدا لكن الحقيقة الحمد لله رجال قدروا ان هم يرجعون للأيام الجميلة اللي فاتت يعني عدنا فترة طويلة جدا السنة اللي فاتت كنا زعلانين شوية من الرجال الطائرة وهم نفسهم كانوا قالوا هذا الكلام ولكن زي ما حضرتك قلت الحقيقة استكمال لكل الإنجازات اللي بتحصل من بداية هذا المسلم وقد قدر القناة بقى انها تظهر الكلام ده كله طبعا عبق على القناة لان مشارات الحقيقة بتقويتات واحدة وكده فلازم برضو يعني بفي عبق على القناة يعني تخلي الجمهور النادي الأهلي طبعا بيبقى متابع اي حاجة خاصة بالنادي الأهلي الجمهور يؤمر به بنحاول على قد ما نقدر بنحاول بنحاول ان احنا نعمله طالما في ايدينا يعني وحضرك تعلم هذي مباراة تانية مباراة الأهلي وبلدية المحلة وفوز النادي الأهلي بيخوا مسايا مقابل هدف البعض تخوف من البداية كابتن حشيش وحتى انا شفت على سوشال ميديا بعض الكلمات انه يعني ايه التشكيل اللي نزل بيه كولر ومش ايه التشكيل اللي نزل بيه كولر ولكن الحقيقة فجئنا ان هذا الرجل عنده معرفة ودراية كاملة بكل اللاعبين اللي تحت ايديه بالضبط مدير فن كبير طبعا النادي الأهلي يعني هو عارف اللعيبة بتاعته واضرى بيهم من اي حد بيتفرج لانه هو معشيرهم يوميا في النادي وعارف مستوات اللعيبة كمان عنده فترة مليئة بالمباراة الحقيقة سواء محلية او افريقية يعني انت بتلعب مطشين في افريقيا برا مصر وجاء تلعب مباراة مؤجلة من المباراة الكتير الحقيقة المؤجلة في الدوري وعنده مطش يوم الجمعة كمان فلازم فلازم يعمل الروتيشن المزبوط ويدخل اللعيبة كلها في الصورة سواء اللي كانت بعيد شوية بتبتدي تاخد فرصها النهاردة الحقيقة التشكيل طبعا لو هنقرنوا به التشكيل المباراة الأخيرة بتاعت افريقيا من ديامل غاني طبعا مغير ناس كتيرة جدا جدا وناس بتبتدي تاخد فرصها ومريح ناس عشان برضو المباراة اللي جاية وبعدين زي ما احنا قلنا اي حد بيقايد في النادي الأهلي من خلال التشكيلة بتاعت النادي الأهلي فهو قادر انه هو يقدي ويكسب النادي الأهلي طبعا في اي وقت ما فيش حاجة اسمها أساسي واحتياطي في النادي الأهلي كل اللعيبة كل اللعيبة مستوات واحدة الاختيار بقى بتاعة كل المباراة هو على عاطق طبعا المدير الفني والحقيقة النهاردة شايفين يعني رسالة طبعا النادي الأهلي يعني بيديها طبعا المنفسين في البطولة المحلية انه بيكسب بلدية المحلة وبيكسب بسكور كبير كمان شفنا طبعا تقلق أكتر من اللعيب اللعيبة اللي خدت فرصها اللعيبة الجديدة اللي حتى جات في انتقالات يناير عملت برضه شغل كويس قوي وسام النهاردة أظهر مستوى كبير وتحس ان اللعيب واثق من نفسه والأهداف اللي جابها كمان هتدي له ثقة أكتر في المباراة القادمة عندنا في مركز مصر راس الحرب اللي كنا بنشتكي منه أكتر من اللعيب في كهربا في وسام في مودست ثلاث لعيبة من خلال المنافسة طبعا كله بتنافس عشان يحط رجله أساسي في الملعب أو في التشكيلة دائما الأساسية فدي حاجة كويسة لأنها المنافسة اللي بترفع المستوى وبتبقى انت متطمن كمدير فني وكجمهور ان انت لو اي إصابة جات اكيد اي حد معرض لها من خلال طبعا المنبرات الكتير الناد الأهلي بيلعبها المنافسات دي طبعا بين اللعيبة وبعض بتعلي في المستوى وكسبان في الآخر هو فريق الناد الأهلي وجمهور الناد الأهلي طيب مباراة راحت وجدت ولكن من منذ البداية وإحنا عادينا بنتفرج شايفين الناد الأهلي الأفضل في كل شيء من البلدية من البداية طبعا كان باين اللعيبة عندها الدفع انها تكسب وتكسب بسكر كبير كان في ضغط على فريق البلدية الحقيقة يعني الناد الأهلي مداش فرصة للبلدية انها حتى تستحوز على الكرة في نص ملعبها وضغط عليها من قدام خالص الأهداف كمان اللي جات بتدي طبعا ثقة للعيبة الناد الأهلي انه يطلعوا اللي عندهم وفي نفس الوقت بتصدر الإحباط للفرقة التانية المسكورك الكبير ده طبعا بيدي إحباط لأي فرقة تانية فالنهاردة الحقيقة ماتش كويس يطمن على فريق طبعا الناد الأهلي في المرحلة كمان اللي جاية اللي هي مرحلة مهمة ما بين آخر طبعا مبارات في الجولة الإفريقية وبعد كده طبعا مبارات الكاس طبعا مبارات قوية جاية يعني من التطمن على اللعيبة اللي رجع من الإصابة أو على مستوات اللعيبة وإن كان حتى لو بعض اللعيبة برضو يعني ممكن تكون مش في أعلى حاجة أو مش أحسن حاجة إنما اللعيبة الآخرين طبعا اللعبة جماعية ده بيشيل ده بيؤدي للنتيجة اللي احنا شايفينها بسكور كبير وزي ما انت قلت يعني الناد الأهلي يلعب سبع مبارات والمنافسين بتكلم على 14 و15 ويطلع هو في الصدارة في التهديف وكده فطبعا يعني حاجة مطمئنة للجمهور اللي طبعا متابع فرقته متابع كل ماتش وما بيفرقش معاه بقى ماتش في إفريقيا أو ماتش محلي احنا النادي الأهلي بيلعب على كل البطولات سواء المحلية أو الإفريقية فان شاء الله طبعا يعني عنده تشكيلة كبيرة دلوقتي جاهزة تقدرش تقول زي ما قلت الكلام ده قبل كده احنا بنقاش عارفين مع كولر مين التشكيل حتى التوقعات تتوقع ايه التشكيل اللي جاي انت متعرفش التشكيل لان كل اللعيبة في المراكز كلها فيه أكتر من اللعيب حتى بيبدل أماكنهم كمان شايفين نهارده عمر كمال بيلعب ناحية الشمال وهاني ناحية اليمين وبعدين حصل تغييرات غير نهارده أكتر من لاعب رايح أكتر من لاعب برضو في الآخر عشان برضو اطمئلنا على النتيجة ودي فرصة للناس برضو رجلها في الملعب يعني طيب بداية التشكيلة كابتن زي ما حضرتك شايف هاني ربيعة عم منعم عمر كمال إمام عشور مجدي أفشا ندفت كريم فؤاد ريدا سليم ثم وسام أبو علي زي ما قلنا البداية كانت من ناس شايفة كده ولكن تشكيل الحقيقة أسلوب تكتيكي فرضوا النهارده كولر على بلدات المحلة منذ بداية اللقاء والأهم من كده إسلام أن أنت حاسس أن فيه انسجام ما تحسش أن من التشكيل من تلخبط وأن مثلا فيه ناس أول مرة تلعب مع بعضها يعني الخط اللي قدام أول مرة يمكن يلعب مع بعضه صحيح لو شفنا إنما فيه انسجام وفيه تناسق في الأداء نص الملعب ندد عشور وقفشة تحس أن برضو فيه انسجام حطت اتنين كمان صناع لعب النهارده إمام عشور شفناه في أكثر من هدف كذلك مع أفشة ندفد مستني ديفندر ثابت في نص الملعب عمر بلعب ناحية الشمال وهو ده مش مكانه بلعب أساسا ناحية اليمين إنما أجاد برضو ناحية الشمال في أول مباراة ليه مع النادي الأهلي مصطفى شبير يبدأ ياخد طبعا السقة بعد مباريات اللي لعبها وبعد مبارات إفريقيا وكده يطمن الناس طبعا على غياب الشناوي فما تحسش يعني الحقيقة إن انت الآن من مركز معين أو خايف من مركز معين النهارده عبد المين عمه ربيعة فيه انسجام كامل منهم فالحقيقة دي حاجة تحسب ليه المدير الفن للنادي إنه هو ميخلي اللعبة كلها عندها السقة وعندها الدافع وبعدين عجبني يا إسلام حاجة كمان منهارده قوي علاقة اللعبة بعض سواء في الملعب أو على دكة الاحتياط شوفنا فرحة اللعبة النهارده لما وسام جاب الجون شوف راح ومودست بعد كده يعني الحقيقة ورضا لما جاب يعني فرحة كبيرة هو يعني الأداء الكويس والنجاح بيجي باللمة دي وبيجي بالنفسيات الكويسة وبيجي بالتلاحم بين اللعبة وعلاقة اللعبة ببعض دي مهمة جدا جدا في الملعب يعني ولكن يعني يا كابتن الكلام ده يعني الناس دي ما تسألت قولي يا عمه انت عبدو تتكلم وكلام برضو انشاء اه انشاء مفيش حاجة اسمها علاقات اللعبة وبتاع لا ازاي بقى ازاي بقى انت بتلعبش لعبة فردية بتاع مش بتلعبش تنس طولة ولا بتلعب تنس أرضي ولا بتلعب ايه انت بتلعب كورة ودي لعبة جماعية 11 لعيب واحتياطي كمان معهم اللي بفجأة ممكن الاحتياطي دي يبقى في الملعب فازا ما كانش كل اللعيبة على قلب رجل واحد زا ما بيقولوا وان نفسياتهم كويسة وان كل واحد بيتمنى الخير لزميله وكل واحد بيحاول يخلي اللعيب اللي جنبه او اللعيب التاني شكله كويس ويغطي على اي خطأ منه هي دي الكورة هي دي الروح هي دي الحماس ماينفعش انت يبقى فيه لعيبة متحمسة ولعيبة التانية متكسلة او انها ما بتضغطش يعني حتى لو هنتكلم فني ماينفعش ان انت تعمل مثلا الضغط العالي ده وفيه واحد او اتنين بتضغطه والتاني مريح مش هينفع يعني الطريقة هتفشل انما هو كل اللعيبة بتحس انهم واحد اللي بينزل كمان في الشوت التاني بيبقى فيه انسجام ما تحسش ان حد برضو شاز فالحقيقة النهاردة لا النهاردة ما كاسب كتير جدا من البورة في بعض الناس تلعاد تقول يعني ما هو لسكور ده عشان بلدية المحلة النهاردة مستواها او 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 لا طب ليه ما تقولش ان النادي الاهلي هو اللي كويس وقفل على البلدية وقف على لجلك كويس وغير كده كمان تبقى انت ممكن تبقى النادي الاهلي ونازل وكسبان افريقيا وجاي ومع فرقة مثلا اقل شوية يبقى فيه تراخي او كده ممكن تعرف الكورة الكورة فيها حاجات كتير وتعلمنا منها دروس كتير فهو يعني انا شايف ان الاسرار والمكسب واحترام المنافس كمان عشان تكسب المكسب ده لازم تكون احترامت المنافس جدا وما اكتفتش بجنوة الاتنين انت عايز تهدف لغاية اخر ثانية واخر ديئة في الماتش قبل ما الحكم طبعا الغندوري صفر كان فيه هجمة مرتدة الحسين الشحات حسين لما لقى الحكم صفر بنهاية الماتش تحس انه عمل كده زعلان انه كان عايز يروح يبقى يجيب الهدف السادس عشان تبقى ستة واحد يعني وتبقى بشرة خير يعني بالزبط كده لما هو قادم لما هو قادم ريدا سليم النهاردة ومسامة ابو علي اومر كمال انا هعتبر ريدا سليم يعني صفقة جديدة لانه الحقيقة الاصابة بعديته فترة بعديته شوية لكن انا هنا بكلم طبعا انا بكلم على كل اللاعبين ولكن هذا السلسي تحديدا اعتقد ان هم بيقول الجمهور النادي الاهلي احنا موجودين طبعا طبعا الرسالة للجمهور احنا شايفينهم قدوا على اعلى مستوى النهاردة الحقيقة يعني غير الاهداف اللي هم جابوها صناعة الاهداف اللي عملوها التحركات بزل المجهود الالتحامات الروح اللي بلعبوا بيها يعني مقدرين اساسا قيمة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عشان كده بزلوا كل الجهد عشان برضو يكسبوا او يعني يمضوا عقد بقى مع جمهور النادي الاهلي ان هم لا على قد الفانيلا وعلى قد طموحات النادي الاهلي في الفترة اللي جاية وهم الحقيقة النهاردة اثبتوا كده واستاهلوا يعني طيب هنكمل كلامنا عن هذه المباراة ولكن خليطنا نشوف عودة البطل للدوري وهذا التقرير يعني عن عودة البطل الى الدوري العام وبعد كده نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتل محمد حشيش اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين كابتل حشيش تفتكر ان المباراة القادمة تأجيل النادي الاهلي لبعض مباراةه قد يؤثر عليه سلبا او ايجابا في المباراة القادمة والله يبصد انا يعني اللي شايفه من خلال النهار المباراة النهاردة وتغيير التشكيل الكبير وبقى عدد كتير من اللعيبة لهم جاهزية عندهم جاهزية ان شاء الله ما يقصرش الموضوع التأجيلات ده حتى لو تلاعبوا ورا بعض وبعد كده مش هتفرم عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده يعني تشكيلة كبيرة من اللعيبة وكلهم رجلهم في الملعب كلهم على مستوى عالي جدا جدا من الفنيات ومن الخبرات معهم راجل حقيقة يعني بيعرف يحط التشكيل المناسب ويفصل يعني من اكتر حاجات اللي عجبتني النهاردة انت عارف اسلام برضو ما تبقى فيه ماتشاط بين بطولات مختلفة مطلحقة صعب انك تفصل ما بين افريقيا وبتلعب في حتة تانية وجو تاني وهدف تاني وتيجي تلعب دوري محلي مع فرقة مش في المقدمة فالنهاردة كان مهمة اوية يعني اكيد الراجل اللي تكلم معهم كتير اوية على المباراة النهاردة انه لازم تبقى اداء قوي من الديئة والتلاتة بونت ده الاساس في المباراة غير طبعا موضوع السكور اللي هما طبعا حققوا النهاردة كان مهم جدا جدا التجيز النفسي لمباراة ازاي النهاردة لان انت بتلعب محلي ورجع تاني افريق فكان مهم جدا التجيز وانا شايف ان التجيز كان على اعلى مستوى النهاردة نفسيا التغيرات اللي اعمالها مرسل كلور شايف ازاي يا كابتن في المباراة يعني طبعا اصدق تجيرات الشوت التاني الشوت التاني طبعا التغيرات كان لازم يريح طبعا بعض الناس اللي هي بدأت مثلا امام عشور عمل مجهود كبير جدا جدا النهاردة وكان فيه بعض التحامات كان فيه برضو لان عشور دايما من المميزات بتاعته انه هو بيلعب بحماس زايد فالنهاردة كان فيه احتكاكات كبيرة فكان لازم برضو ريحه وينزل طبعا السلاية كان لازم يشترك مودست كان لازم ياخد برضو شوية بعد تقلق وسام والما كانت طالق بالزبط احنا كنا مستنين انها ايه يعني تندع زي ما بيقول انها ما دلوقتي خلاص يعني ابتدى يعني يحط رجله على التراك المزبوط وعايز اقولك انه واضح ان الزميله او اللعيبة كلها بتحاول تساعده في الحتة دي ان هو يعني يتجاوز المرحلة الاولى ويبتدي حتى يعني ياخد ثقة مع الجمهور يعني يعني ياخد ثقة مع الجمهور ان الجمهور يبتدي يقول لا يعني الدنيا انتعارف برضو الجمهور في الاول و في الاخر بالنسبة للرس الحربة هو المقياس بتاعهم هو الاهداف الاهداف صحيح فابتدى يعني دلوقتي داخل فاكتر من هدف كذلك برضو رضا سليم الحياة الناس كانت يعني وانا من الناس اللي كنت زعلت اقوى على الاصابة بتاعته اللي جات له قبل كده هو كان لسه دوبك بادئ وجات له اصابة وكان واضح ان هو طالع يعني مستوى طالع فالاصابة دي عطرت شوية النهاردة ابتدى ييجي لان النادي الاهلي كنا من المشاكل اللي عندنا كنا محتاجين الاطراف يبقى فيها سرعات واللعيبة اللي هي بتقدر ترقص بسرعتها وبتلعب وتبصه وكده غير كده كمان انه هدف فبرضو ده زود بيدي قوة لخط هجوم النادي الاهلي حقيقة اكتر من اللعيب شايفين ندفد برضو الرجل بيديله اكتر من ماتش ورا بعضه عشان برضو يعني يجيبه لانه كان بعيد خالص الفضرات اللي فاتت بعيد خالص صحيح مقتنع بندفد كمان او يعني اقتنع بي امعرفش بسوى اللي جايبه ادى النهاردة ادى الاكرم برضو عشان برضو هاني وعمر فلازم برضو الحتة النفسية انه يدي برضو اكرم عشان ما حسوش انه هو بعيد او ما حسوش انه هو يعني في حد بقى جي تاني فخلاص هو دوره اختفى لا ده موجود كمان في بعض الحاجات يعني هي مش كلها برضو نفسية اسلام هي في حاجات يعني فنية يعني فنية ونفسية فيعني الحقيقة برضو النهاردة الاختياره للتشكيل اللي خط الناس في البداية انه هو اثبت انه هو يعني تشكيل كويس ويصلح مثل هذه المباريات وانه هو يصلح كمان عشان المباراة الاهم لا وانت وانت برضو كابتن وانت قاعد كمدير فني وشايف وتتفرج على لعيبتك انا بعتقد انه اكتر ناس استفادت من فترة التوقف هم اللعيبة اللي ما كانوا موجودين مع كل صحيح اللي هم معظمهم لعبهم طبعا المعسكر يعني انت كده تقدر تقدر تقول ان المعسكر اللي اتعامل في الامارات كان له تأثير ايجابي مش هقول نجح ولا مش عارف ايه ولا عشان مقولكش عارف ايه لكن تأثير ايجابي صحيح لان احنا شفنا النهاردة معظم اللعيبة اللي موجودة في الملعب هي اللي كانت في الامارات باستثناء يعني بعض اللعيبة الأوليلة يعني فواضح ان هم لا وقفين على رجليهم عندهم الحتة البدنية كويسة عندهم حتة الفنية كمان انت عارب برضو البعد عن الملعب برضو بيقل الحتة الفنية شوي يعني الحتة الفنية بتزيد باشتراكك في المباريات فكون فيه ناس لسه البداية بتاعتهم ماتش النهاردة وبالمستوات دي لا الحقيقة يعني انا شايف ان هي الفترة دي يعني حققت المطلوب منها معسكر الامارات حقق المطلوب منه واحنا شايفين تأثيره النهاردة يعني ايضا من الواضح انه كولر اصبح بيمسك بأدواته لعبين بشكل جيد انا احساسي وانا مبسوط منه في حاجة هو من اهم مميزاته اسلام انه هو ما يبصش وراء ظهره بصش المدرج ما يبصش الكلام هو مختنع بحاجات معينة بينفزها سواء وشفنا على فكرة سواء في المكسب او لقدر الله مثلا بيبقى فيه تعادل او خسارة هو فيه حاجات معينة واساسيات معينة عنده عايز يجاهز اللعيبة كلها اللي عنده وعايز اللعيبة اللي هي بتنزل تشترك يبقى عنده التشكيلة كلها موجودة والتشكيلة كلها تصلح انه هو يدفع بيها في اي وقت بغض النظر بقى عن حد تكلم الجمهور مسلا بيتكلم بقول ده بعيد او كان يازم يبدأ بداه ومفكرش في الحتة دي بتشوف تشكيلات غريبة سعدت سنقول معقولة دول يعني دول ملعبوش مع بعض يعني لسه اول مرة لعب مع بعض في ماتشة زي ده طب ما بلاش التغيرات الجامدة عشان ممكن تلخبط الاداء الجماعي شوية او ما بقاش فيه نسجام لا اهو مبصش الكلام ده وبعدين واضح قوي انه هو اللي بتمرن كويس بلعب يعني عنده التمرين مهم قوي والانتظام في التدريب مهم قوي ولكن ده برضو بيودينا للي احنا قلناه اللي حداك قلته من شوية انه هو الفريق استفاد من معسكر الاماراتس يعني خلينا نربط ده بدا دايما طبعا لانه الحقيقة في الوقت ده تقالك يا عم انتوا رحين تتفسحوا ورحين تتعملوا فدايما انا بحب اربط طبعا طبعا لان انت زي ما قلت قبل كده انك لازم المدرب او المدير الفني ياخد اللعيبة الموجودة هنا في حتة برا القاهرة لانه عنده ناس ممكن تكون نفسيتها يعني تعبانة شوية نتيجة انها ما انضمتش للمنتخب صحيح ولعيبة هنا خارجة من اصابة عايزة مباريات برضو لما بتلعب انت مباريات برا اسلام غير ما بتلعب هنا مع اي حد انت من الدوري المحلي او فريق درجة تانية او او اما بتسافر بيبقى فيه تجميع للعيبة في معسكر غير ان هنا في مصر مهما هتعمل برضو اللعيبة بتخرج بتروح بيوتها وترجع عندما هناك معسكر بتزود يعني ارتباط اللعيبة ببعضها وخصوصا النزام احنا قلنا ان فيه تدعمات جديدة فكان لازم كله ينساجم مع بعضه يرتبط ببعضه وقدوا المباراة دي اخيرا انا كابتن حشيش المباراة اللي جاية انت ساعدت الى دور التمانية تمام في بطولة افريقيا الماتشات اللي ازاي دي تتلعب ازاي انت هتلعب يانجي افريكانز الماتشات دي كيف تفكر في مثل هذه المباراة مباراة مهمة جدا بغضر نظر عن الصعود يعني النهاردة كان عندك ثلاث نقاط ماتش اللي جاي برضو اللعبة تتفكر خلاص كده كده ساعدنا لا مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي بعمل كده النادي الاهلي بيلعب ماتش بماتشو بغض النظر عن النتيجة انت هتطلع اول او تاني مجموعة او 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 انت ساعدت خلاص فتلعب بقى بلا انت هتلعب بكمل قوتك وانا شايف انه هو هيرجع للتشكيل تاني اللي فنش به افريقيا الماتش الاخير هلعب بكل قوته هو عايز لانه هو فيه تحدي انت المكسب بتاعك واعدين على ارضك حتى وان كنت هتصعد لا ده نبدي رسالة للمنافسين اللي جاي دور التمانية بقى لاننا هندخل في الجد خروج المغلوف لازم يلعب بكل قوته ويدي انزار للفرق لا انا النادي الاهلي صاحب البطولات او البطل انا ان شاء الله هاخد البطولة السنة دي كمان غيابات الكثيرة راها في المباراة القادمة امام يانجي افريقان انا مش قلقان زي ما قلتلك التكملة الكلامي ان فيه اكتر من لعيب بقى جاهز وفي ملعب حطت رجله في الملعب وعلى مستوى عالي الانسجاب موجود بين اللعيبة لان تقريبا اللعيبة معظم اللعيبة دلوقتي كلها لعبت مع بعض فيه تشتييل واحد فلا انا ما اعتقدش انه ممكن يبقى فيه تأثير يعني كابتال حشيش معرفتش رأيك برضو في موضوع كابتال حسام حسن مع المنتخب الوطني اختياره بصة هقولك على حاجة هو المرحلة اللي احنا اللي احنا فيها دي بالتحديد كان لازم يبقى فيه مدرب وطني ليه لان انت اول مباراة جاية عندك في شهر ستة عندك دورة قبلها عشان تروح بقى تجيب مدرب هتقعد بقى تجيب اي حاجة تاني ونقعد نقول بقى هينفع مش هينفع المرحلة غير كده كمان ان حسام حسن مدرب مصري وفيه مدربين مصريين خدوا فرصهم فيه النجح وفيه اللي منجحش انما بنبص على يعني التاريخ ان نجحات المنتخب المصري كان مع مدربين مصريين فليه هو ما ياخدش فرصتهم يعني لازم برضه ياخد فرصتهم خلال الفترة اللي جاية وانا اعتقد ان حسام يعني قد ان شاء الله يكون قد طبعا الاختيار ويبقى فيه تدعيم بس لازم يكون فيه تدعيم طبعا من التحد الكورة والناس كلها التحد الكورة جمهور اعلام خلاص تم الاختيار يبقى كله بيساند يتعلموا من نادي الاهلي بقى النادي الاهلي ما بيختار اي حد لازم بتلاقي جمهور لعبين اداريين نادي كله بيدعم وبيضي فرصة للشغل يعني فأتعشم ده يكون مع حسام حسن خلال الفترة اللي جاية ونتمنى يعني احنا واحنا غوين ندفع بالعملة الصعبة ولا غوين ندفع دولارات يعني لا احنا يعني برضو ظروف تمنى الموضوع ينتهي تمنى الموضوع طبعا ينتهي وان شاء الله خير يعني يا رب دايما خير انا بشكرك شكرا جزيلا انا كنت نحشيش على وجودك معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل على استقبل الاستاذ صابري سراج والاستاذ ابن جربيرتو في ضيافة البيت الكبير